في وقت تحتدم فيه المعارك بإثيوبيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير تيجراي ما تنفك واشنطن تصر على التأكيد أن الدبلوماسية هي الخيار الأوحد لوقف الصراع في هذا البلد الإفريقي عبر الوزير بلينكان عن قلقه البالغ إزاء مؤشرات تصعيد العسكري المقلق في إثيوبيا وشدد على الحاجة إلى التحرك العاجل لإجراء مفاوضات الصفارات الأمريكية في أديسابابا قالت في وقت سابق أن الوضع الأمني في إثيوبيا يستمر في التدهور وحثت الأمريكيين على المغادرة فورا باستخدام الخيارات التجارية المتاحة وبينما تتصاعد حدة المعارك بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تيجراي قال رئيس الوزراء أبي أحمد في أول ظهور له من جبهات القتال إن جيشه حقق ما وصفها بانتصارات كبيرة على جبهة تيجراي حققنا انتصارات كبيرة ومعنوية الجيش الإثيوبي جيدة جدا حررنا المناطق التي كانت قد احتلتها الجماعة الإرهابية مؤخرا وسنستمر في القتال حتى نقضي على الإرهاب ميدانيا أعلنت أديسابابا استعادة منطقة جيفرة بإقليم عفر ومنطقتين بورقة وشيفرة على الحدود بين إقليمي عفر وأمهرة وسط تقدم للقوات بمحور باتي كامبولشا في حين تحتدم المعارك على جبهات عدة من جهتها تهدد قوات تيجراي بالزحف صوب العاصمة أديسابابا محاولة انقطع الطريق الرابط بين إثيوبيا الحبيسة وأكبر ميناء بالمنطقة في جيبوتي كما أعلنت الجبهة استمرار القتال في جميع الجبهات مناشدة شعب إقليم عفر التخلص من المجموعات التي تعمل لصالح الحكومة وقد تسببت الحرب بتداعيات إنسانية كبيرة في إثيوبيا وفي هذا السياق قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن عدد المحتاجين لمساعدة غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من تسعة ملايين شخص مقارنة بنحو سبعة ملايين في سبتمبر الماضي